قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطائي بن يسار عن رفاعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد فجعل رجال من يستأذنون إلى أهليهم فيأذن لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمض لها وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم من الشق الآخر فلم نرى عند ذلك من القوم إلا باكيا فقال رجل إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه فحمض لها وقال حينئذ أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد يسدد إلا سلك في الجنة قال وقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب وأني لا أرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلاحا من أبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكنة في الجنة وقال إذا مضى نصف الليل أو قال ثلثة الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري منذا يستغفرني فأغفر له من الذي يدعوني أستجيب له من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلالي بن أبي ميمونة عن عطائي بن يسار عن ريف عتا بن عرابة الجهني قال صدرنا صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعل الناس يستأذنونه فذكر الحديث قال وقال أبو بكر إن الذي يستأذنك بعد هذه لسفيه في نفسي ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حمضا لها وقال خيرا ثم قال أشهد عند الله وكان إذا حلف قال والذي نفس محمد بيدهما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك في الجنة فذكر الحديث حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة رجل من أهل المدينة عن عطائي بن يسار عن ريف عتا بن عرابة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بعرفة فذكر الحديث قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام يعني الدستوائي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد جعل رجال يستأذنون إلى أهليهم فيؤذن لهم قال فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا وقال أشهد عند الله لا يموت عبد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة ثم قال وعدني ربي أن يدخل من أمتي سبعين ألفا بغير حساب وإني لا أرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلاحا صلاحا من أزواجكم وذراريكم مساكنة في الجنة وقال إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري من ذا الذي يستغفرني أغفر له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح